راديو الأهرام يقدم البرج العالي مع عبير فؤاد ومن العبير أهلا بيكم مستمع راديو الأهرام في حلقة جديدة من البرج العالي ودي فتنة جميلة خبيرة الأبراج مهندسة عبير فؤاد الحلقة اللي فاتت قلنا أن معرفة الأباء والأمهات بأبراج أبنائهم ممكن يساعدهم في توفير أجواء أفضل للمذاكرة والتحسين وتكلمنا عن ست أبراج الحمل، التور، الجوزاء، السرطان، الأسد، العذراب اللي فاتوا الحلقة يقدر يلاقيها موجودة على راديو الأهرام على موقعنا أما النهاردة فهنبدأ فورا مع بقية الأبراج وأول برج معنا هو الميزان بعد ما نرحب بالفتنة الجميلة عبير من ورا يا عبير النهاردة زي كل يوم مرسي seria il fro والنهاردة هنبتدي بالميزان اللي هو برجك فاكرة بقة كنت بتذكري Hollah طيب اه طبعا فاكرة حقولك الميزان الحقيقة هما زي رمز الميزان كده هما عنده كفتين كفة للعقل وكفة للقلب لازم يوازن ما بين قلب وعقل حتى في المذاكرة يعني هو في المذاكرة ما يعرفش يعمل حاجة إلا لو كان بيحبها ودي حاجة صعبة جدا يعني لو بيذاكر مادة هو ما بيحبهاش بيبقى لازم يعمل مجهود مضاعف علشان يعرف يركز أو يجيب نتيجة في المادة دي فأنا بشوف إنه مع الميزان علشان يعني ننتظر منه نتيجة كويسة لازم نحببه في الحاجة اللي هو بيعملها لو هو مش حبيبها عمرك ما هتلاقي منه نتيجة طيب بس إزاي يعني لو مادة مش بيحبها الأهل هنا يقدروا هو بتدخليله بالعقل يعني هو بيحب الحاجة عن طريق عقله فأنت مثلا ممكن تقنعيه إنه هو مثلا ما بيحبش التاريخ أو ما بيعرفش يحفظه وفي الغالب مواليد الميزان ما بيعرفوش يحفظه هم أكتر يعتمدوا على التفكير المنطقي حتة الحفز دي دايما بتبقى عنده مشكلة فيها أشوف مثلا إنك عشان تحبي بيه في التاريخ لأن التاريخ مبني كتير على الحفز طبعا نصبت فحتبدأي تحطيله مثلا المواد بتاعت التاريخ في صورة حكايات وحواديت دي حاجة تجزيبه أكتر مش في صورة إن إحنا لازم نحفظ بصورة جزابة إنه هو يبقى عنده مصيرة للفضول يعني يبقى هو اللي عاوز يعرف وعايز يسمع وعايز يعرف إيه اللي حصل في الوقت ده فهو بس حتة إن أنت تحبي بيه في الحاجة دي هي اللي حتخليه ينجح يعني من أهم مفاتيح التحصيل العالي لبرج الميزان نحاول نحببه في المواد اللي بيذكرها أو الحاجة اللي بيعملها إيه كمان يساعد برج الميزان على التحصيل؟ شوفي هو كطبيعة الميزان عنده طبيعتين ضد بعض عكس بعض أول حاجة طبيعة البرج إنه طبيعة ذكورية الأبراج الهوائية كلها عندها طبيعة ذكورية يعني إيه طبيعة ذكورية؟ يعني بيبقى بيفكر دايماً بعقله أكتر تلاقيه صريح إيجابي فعال مبتكر يعبر عن مشاعره بسهولة دي الصفات الزكورية؟ دي الصفات الزكورية والصفات؟ الصفات الأنسوية لا اللي هو تلاقيه كسف ما يعبرش قوي عن مشاعره تبقى دايماً الحاجة مكتومة جواه المشاعر والإنفعالات مكتومة أكتر جواه دي الطبيعة الأنسوية لكن الميزان طبيعته ذكورية لكن عنده جزء تاني في حتة أنوسة يعني ده حينطبك على البنات والولاد يعني الكوكب المسيطر على برج الميزان هو كوكب فينوس وفينوس دي إلهة إلهة الجمال والحب فهي أنسوية فهو ده يتديله الحكتين فيه حتة دكورة وحتة أنوسة اللي هو زي ما قولنا إيجابي وفعال ومبتكر وصريح في نفس الوقت الحتة كوكب فينوس بيخليه فنان بيخليه مسالم مش محب للحرب يحب يميل جداً جداً الحاجات اللي فيها فن يعني يحب الأدب يحب الشعر فممكن تستهويه أو المواد يعني الأدبية بقى اللي فيها والفنية الفنية بس إزاي ده ممكن يساعد الأهل إن هما يستفيدوه لما يعرفوا حاجة زي دي عن برج الميزان في المذاكرة والتحسين آه يعني مثلاً هم عارفين إنه هو بيحب الشعر مثلاً أو بيستمتع بالحاجة اللي فيها أدبية أو فنية آه فهيبدأوا يقولوله ده دي قصيدة يبدأوا يدخلوله مثلاً مش هيقولوله لازم تحفظ القصيدة دي علشان حتمتحن فيها لا يعني يفضلوا يحكولوا عن الشاعر وكتبها عشان إيه وكده فيبدأ هو يرجعنا تاني لنقطة إنه لازم يحب الحاجة فهي صفاته للذكرية دي إحنا ممكن نستفيد بيها في إن إحنا نخليه حد بالزبط ساعتها حيالة إيجابي جداً وفعال جداً في إنه يوصل للحاجة حاجة تانية إنه هو التبيعة للذكرية بتخليه مفكر فده يخليه برضو ناجح في المواد العلمية جداً وده أنا اللي عايز أقوله إنه هو عنده الحتتين حتة الفن والإحساس بالأدب ويعني ممكن يبقى ناجح في اللغات وفي الأداب لكن كمان هو ناجح في النواحي العلمية جداً لأنه هو برج هوائي مفكر فهو تلاقي دايماً موليد الميزان يبقوا شاطرين في الرياضيات أنا كنت هقول كده يا عبير كنت هقولي يبقى عنده ابن أو ابن ميزان يطمئن هو كده عنده هداية يعني هو تقريباً شايف عبه في المذاكرة يعني لو بيقرح المدرس أو بيقرح المدرس لأنه حساس فلو ممكن مدرس يقره في المدرس يعني فيه عوامل تانية يعني لكن هو عموماً لو ناشئ في ناشئة حلوة فيها ناس بتحببه في الحاجة لا حيبقى ناجح جداً جميل جداً يبقى مفتاح جاح طلبة وطالبات الميزان إن هما يحبوا الحاجة ها ديف حاجة كمان للميزان إن هما بيحبوا يعملوا الحاجة على أكمل وجه يعني ما يعرفوش كاروته يعني لازم يعملوا الحاجة مظبوطة قوي وفي نفس الوقت يحبوا يذكروا مع المزيجة يعني ممكن يشغل موسيقى هادية جنبه دي تساعده أكتر إنه هو يبقى بيذكر وهو مبسوط ويستمتع ويحب الحاجة اللي يعملها بعد كده هنروح للعقرب مظبوط تمام إيه بقى العقرب أعتقد صعبين شوية دول يا عبير أه طبعاً صعب أه طبعاً إيه بقى اللي عنده ابن عقرب بذلك اللي بنعمل له إيه؟ العقرب مشاكس بطبعه بيحب الحركة ومش من النوع اللي يقدر يقعد والمزاكرة عايزة قاعدة شوية فهو بيبقى دايماً عايز يتحرك وعايز يطلع بره يكتشف الدنيا ويدخل في المغامرات وخصوصاً لو ولد يعني هيحب إنه هو يعني يبقى عنده ولاد أصحابه ويروح ويتخانق وكده يعني يحب الخناقات البنت برضو شخصية قوية جداً عندها روح قيادة بس أشوف إن البنت ممكن تبقى عندها إحساس بالمسؤولية أكتر في المذاكرة فأنا أشوف إنه لو اديتيها البنت العقرب إديها بس إحساس بإن هي مسؤولة عن مذاكرتها أو دي مسؤوليتها هتلاقيها تتحمل المسؤولية على أكمل وجهة والولد كمان بس يمكن بنسبة أقل بالنسبة أقل إنه اللاعب شواء يعني أو محب للحياة لبرة أكتر بس في حاجة بقى المدخل بتاع الولد العقرب علشان يعد يذاكر عنده فضول فأنت تحاولي تحسسي إن إنت يعني إرميله بذرة حاجة عايز يعرفها نصير فضوله عن الموضوع اللي إحنا محتاجين إنا خليه ذكره بالضبط فتقولي إرد أنت ممكن تعرف من خلال المادة دي هتعرف معلومات كتير عن كذا أو كده فده يصير فضوله إنه يقرأ ويتعلم يعني هو محب للإكتشاف جداً فممكن لو حسستي إن التعليم ده مغامرة في البحث وفي الإكتشاف حيبقى حابب وأنه يقعد ويواظب على المذاكرة تمام الجدي بقى الدول هتعين بتاعي هو هادي وأنا بشوف إنه يعني الأهل اللي ربنا أداهم حد جدي أداهم فعلاً هداية جداً لكن ده أنا وإنت يا أبي أنا هداية الحمد لله وأنا فعلاً الجدي اللي عندي متفوق جداً وماشاء الله بقى معيد يعني وبقى النتك كنان مهندسة 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 مهنيكة ومن الأوائل يعني ليه بقى الجدي كده؟ ليه الجدي كده هم من طبيعتهم متحمل للمسئولية مجتهد وبعدين هو دايماً عايز يشوف نفسه في مكانة عالية هو الجدي اسمه جدي الجبل فهو الجدي احنا بنتكلم مش عن الجدي اللي احنا بنتبحه في العيد احنا بنتكلم عن جدي الجبل اللي قاعد فوق القمة فهم عايزين القمة فدايماً تلاقيهم مجتهدين عارفين انه عشان من صغرهم انه هو عشان يوصل للقمة لازم يتعب لازم يشتغل فبالفترة مجتهد عندهم قوة ملاحظة جداً فيقعد يلاحظ الناس بتعمل ايه عشان تتقدم يتعلم جداً من خبرات الاخرين ويعمل في صمت ما تحسيش بيه بس تفاجئ انه حقق نتيجة هايلة عندهم نطج مبكر يعني تحسيه من وهو صغير هو راجل والبنت نفس الحجام وهي صغيرة مهندسة يعني يعتمد عليهم يعني الجدي ما يتقلغوش ذاكر يعني اه اه هو عارف هو عيعمل ايه امتى ازاي اه لانه عنده اسرار انه يثبت نفسه يعني حتى يعني لو حشوفي اسبات الزاد ده يعني مثلاً لو حبينا ندي مثال على الشخص عنده من الجدي عنده اسرار على اثبات الذات عندنا الرئيس الراحل انوار السادات عنده كتاب كان عامله اسمه البحث عن الذات اه اه وهو فعلاً يعني كان دايماً هو فعلاً السادات نموذج للإسرار 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 والسعود الى القمة اه طبعاً اي قمة اه وصلنا لبرج الدلو انا معرفش كتير عن برج الدلو بقى يا عبير يعني اه انا عندي دلو بقى اه انا ابني برج الدلو من قبل الواقع بقى ابني كان بيذاكر ازاي شوفي انا بقى حتة الابراج دي فدتني جداً جداً في تربية بالذات برج الدلو ما عندوش استعداد ان حد يفرض عليه قوانين ودي مشكلة في المذاكرة ان انتي تيجي تقولي للشخص الدلو ده انت في كراسة كده لازم تكتب فيها هنا بالأزرق وهنا لو حد السؤال بالأحمر او ممنوع تكتب بالأحمر هتبقى عندو مشكلة لان هو يقول حاضر دي مش حاجة سهلة والمذاكرة كلها قوانين اه لان هم حريته فوق دي اغلى حاجة عندو الحرية دي اغلى حاجة عندو ما عندوش استعداد يعني يتخلى عن حرية طب ايه الحل معهم يعني ويتمرد على التقاليد يتمرد على السلطة فالحل معاهم ان انت يتكلمي بالمنطق نقط يعني ده ما ادخلوا المنطق ان انت اول حاجة تديره الحرية تحسسيه انه هو في ايده يختار يكون ناجح او ما يكونش ناجح في ايدك تختار اه تذاكر او ما تذاكرش اه في ممكن اديه الحرية في اختيار اه مثلا مواعيد المذاكرة يعني لمجرد ان احسسه ان انت حر واتي حسسين ان انت ان انا بصك فيك وبصك في عقلك وبصك في ان انت حتعرف تتصرف وتحط لنفسك الجدول اللي يريحك اه وعارف ان انت هتختار تكون ناجح بس انت حر بلازم تقولي له انت حر جميل لكن ينفع معهم يعبير فكرة ان انا اخيره يعني اقول له مثلا تحب تذاكر دلوقتي ولا تذاكر بالليل او اها اقول له تحب تذاكر مثلا ماس ولا تفضل تبدأ بالعربيه هل ده بيحسسه بحريته يعني ممكن نعمل معاه الحيلة دي اه طبعا جميل من اه هو عنده مواد كتير لازم تذاكر مش مشكلة يبدأ بانهي مادة انت تديله اللي تبدأ ايه معاية انت حتحب تذاكر ايه ما تقولي لهش ذاكر انت حتحب تبدأ بانهي مادة قدامك كذا وكذا وكذا انت اختار اللي يعجبك في حاجة تانية تحب تريدين لده او تقولي له نظمها بالطريقة اللي تعجبك عايز اقول ان هما موهوبين جدا في مجال الرياضيات هما لان هما منطقيين فهما ينجحوا قوي في الحاجات اللي فيها استخدام للمنطق وهما برج هوائي مفاكر لكن كمان ينجحوا قوي في كتابة الشعر هما عندوهم كدرا هما او حساسين رغم انه عقلاني قوي لكن يعرف يكتب شعر حلو جدا يعرف كمان يبقى مبتكر يعني ممكن يبقى مخترع يعني توماس اديسون على فكرة كان وهو في الدراسة كان فاشل توماس اديسون اه بيدي المثل في اه واتطرب من المدرسة وبقى بيبيع برايت في الشارع فكان سعلوك يعني ومع ذلك بقى مخترع الكهرباء واخترع اللامبة وهو اللي اخترع احوى السبب في اننا عايشين دلوقتي في الكهرباء يعني عندنا نور بالليل من الدنيا منورة بسبب توماس اديسون برج الدلو لما نديهم من الحرية والاختيارات هم هيبدعوا ويبتكروا ويصلوا لافضل المراكز بإذن الله بفح وبكده نختم ببرج الحوت ودول بقى مريحين ولا متعبين ونعمل معهم ايه الحوت حساسين قوي ويميلوا للغمود وللصمت فانس ما بتبليش عارفة هو بيفكر في ايه او ناوي يعمل ايه ويميلوا للشكوى أو للانين يعني ممكن يبقى بيذاكر وبعدين يجي يفقق ويبقى محتاج حنان يعني انا بشوف ان الحوت لازم الاهل يتفهموا قوي احتياجهم للحب وللحنان دي الطاقة اللي بتديهاله بتشحينيه علشان يزاكر فهو دايما محتاج اللي يطبطب عليه واللي يساعده واللي يديله باور يعني تحاولي من وقت الاخر لازم تديله باور الباور دي ايه يا الحنية اول مرة اعرف ان الحوت محتاج للحنان بالشكل ده بل يساعده ان هو يحصل بقى او يندج ويحتاج للاحتراب يعني ان انت لازم تحلقينه حساس فانت ما ينفعش بتعاملي معاه بعنف لان ده ما يجيبش نتيجة معاه خالص كمان في نقطة بس بحب اقولها للاهل اللي عندهم حد حوت انه هم يخلطوا ما بين الواقع والخيال هم موهبتهم الاحلام يعيش في الاحلام وساعات ياخد عن حاجة كده ويه تبقى ممكن مش مظبوطة او فخلص بيعتبارها واقع فانا بس عايزة اقول ده في سنة معينة يا بيري مثلا في الطفولة حتى وهم كبار يستعين بخياله او بيعيش بخياله ممكن ياخد انتباع انه اللي قدامه ده مثلا قاصد يدايقه وهو مش قاصد يدايقه هو برضو دي حتة حساسية يعني فيبدأ خلص يتعامل على هذا الاسر لكن الواقع ممكن ما يكونش كده فهو كتير خياله يصور له ممكن حاجات مش شرط تكون صح فالاهل لازم ياخدوا بالهم انهم يقولوله افصل ما بين الخيال والواقع او يوضحوه للحقائق بالصورة مستمرة رغم ان الخيال ده موهبته فهو شاطر جدا جدا بسبب خياله يعني انا مثلا ندي امثلة زي عينشتاين او احمد زويل دول العلماء ايه سبب نجاحهم هو الخيال عينشتاين كان يتخيل عشان يحط قوانين الدوق يتخيل الفوطونات دي ممكن تمشي ازاي ويبدأ يحط لها قوانين الحركة فهو اعتمد على خياله مع الموهبته في الخيال نفس الحكاية احمد زويل اللي هو قدر يخلي الشيء اللي مش مرق انه يقدر يشوف الحاجة اللي احنا مش قادرين نشوفها ويسجل حركتها يعني اللي هو بيحاول الشيء الغير مرقي لشيء مرقي يبقى احنا علشان نساعد برج الحوت على التحصيل محتاجين ان احنا ننمي خياله ونساعده ان هو يستعين بالخيال ده ما نقفش في طريقه وفي نفس الوقت نحاول دايما نوضح له الحقائق ونبصره بالواقع بكده مستمع راديو الاهرام يكون وصلنا لاخر الابراج بشكر عبير فؤاد ومستنيانها ومستنياكم في حلقة جديدة انتظرونا البرج العالي مع عبير فؤاد ومنالعبير